اشتركوا في القناة علقا للحدود الدنيا من العقل معناها علقا للحدود الدنيا من تقبل النقد لذلك عنوانت لا تكون مثقفا الحقيقة هذا العنوان بالنسبة لي ذاتي ترجمة لكل الاعتراضات والشتائم والمسبات التي حدثت على احاديث الاخيرة واخرها يوم امس عن صلاة ابن المرجع على الغرباء وعدم رغبته استنكافه من الصلاة على شهدائنا نحن المهم المشكلة يبدو لي واللي اكثر هي تألم يأتيك ناس بسميش باسم الاخلاق وباسم الحرص عليك ويقول لك يا اخي انت كل جزيان ونحبك ومتابعينك بس اترك الدين اترك المرجعية اترك هذا اترك ذاك دولة حافظ على هذا احنا نتابعك بالصفحات احنا راح نضطر نعوفك احنا نسحبنا هاي كلها تفسيرها لا تصير مثقف وإلا اذا صرت مثقفت راح نضدك محلوم فليهذا انا اردجي هذا داقوله خيال آسف داقوله خيال له واقع خلنا اخذ الجزيان شوي خلنا نبدأ لذوي الاختصاص وخلنا شوي اطيك فتشي اعيد بي من احاديث السابقة عندما اتكلم عن معنى المثقف عربيا واسلاميا طبعا بحى صوتي اقول يا ابا ترى هي ترجمت خطعا انتلكتول التي تعني العقلي انتلكتولز يعني العقليون اللي طلعت بسنة 1889 ببيان اني اتهم لعميل زولة وجماعته من المثقفين ولو اول مرة تلت كلمة نحن المثقفين هاي ترجمة كنت تصورها قصور هي ما موجودة يعني هما قبل هذا اليوم 1898 قبل هاي السنة لا موجودة بالغرب ولا موجودة عند العرب هاي اول ما انطلعها هذولة قاعدين قالوا احنا انتلكتولز البيانة اقصد بيانة اني اتهم كنت اتصور انه ترجمة من قصور باللغة العربية اتجاه اللغة الانجليزية واللغات الاوروبية لا العانة ايقنت بان هذا مقصود راحوا بحوشوا بالقواميس لقولة كلمة كتلة بس حلوة هذا ليدي السن بالعسل مو احنا فجابوا وحطوا لها كلمة مثقف المعناها النويعم الهادئ اللي يمشي حيط الحيط اللي يراعي مشاعر العمامة ويراعي مشاعر الصدارة ويراعي مشاعر البار وخاصة ان دولة والاعقال والدم يراعيه الاداريه اللي ما يتحرش به هاي مشاعر الناس فصار هو هذا المثقف فلذلك ده بس تخرج عن دنيا انت مو مثقف يعني همو يقول لك انت مو عقلي يعني هوا اساس انت حاجك ما عندي عقل ولا عندي عقل ما صار يقول لي لا تكفر كلمة ديال ديال اكبر مصطلح واعظم مصطلح جان شاك روزا ما قدر يطلع المصريين طلعوا الفلول دولة طلعوا الزيول احنا دائما نستعدي يختصر الكثير هذا مثل بسم الدين باقونة الحرامية كتاب موسوح المهم ليش اعتقد من قتله هو الاسلام والمسيحية المسيحية ما قدرت عليها فلذلك تخلصوا منها الاسلام قدر علي الدين الاسلامي والجماعة الدين الاسلامي كتلو العقليين موجودين في كل زمان انه مكان كانوا ما حد مسميهم يعني مزمن فلاطون لذلك تشوف كل مسلم صار عقلي نكتل لو تدمر لو شردو لو سلفة سلفة من أبو العلال مع الريل أبو بكر الرازي جابر ابن حيان للسهروردي لابن المقفع لابن الراوندي والقائمة طول ما خلى ولا واحد تقطيع وكتل ودده لكن المثقف المهذب لهذا فرطهم هاي هي صمامة موجودة في اللغة العربية فيقولهم هاي انت مثل الحصان واخر شناديخة ولا تبزبز وظل مؤدب ونوفقون ونقول ولو الحرية الحمراء بابن بكل يد ودرجة اليد شو هذي ببتشي زين فلهذا ما رأى وظيفة المثقف هسا راح اراويكم اللي يشير تقولوا ليها معناها تقولون لا تكون مثقف لذلك صارت طبعا المثقف بالمفهوم العقلي هما لا يردونك لذلك من تخرج يقلقك هاي شو هم مثقف وبالعاك تنتصر مثقف يقلقك هاي شو هم مثقف المشكلة هسا راح اجعلها شوية شوية وبالدليل حتى نبينها خلنا خلنا نقطة هنا زين هسا تعالوا خلنا نفتح هذا الكتاب اتمنى يكون موجود بس لحظة بس لحظة بس لحظة بانسي الزحمة عليكم هذا الكتاب خلنا فتح هذا اسم المثقفون والسلطة خلنا شيء اوخر صورتي هذا من اهم الكتب اللي يستعرق بيها حياة المثقفين اللي مهتمين بامامهم وللمؤلف بول جونسون و سوري شوية عليكم ترجمة طلعة الشعيب خلنا نجي بيه نمشي حتى رابيكم يعني معنا الحجة انا جايبة من مو من عندي حتى تعرفون وله انا ما محتاج لكن بعض العقول خليه تجي باعوا هذا مهم الكلام جان جاك روسو ذلك المجنون الممتع يا الهي يا جميلة خلنا نقرأ هاي الصفحة اقروا يا عين اذا تكبر اكبر ايه ايه شهدت المائة عامل اخير نموا متزايدا لاثر الدور الذي يقوم به المتقفون وفي الحقيقة فان صعود المثقف العلماني تبه المثقف العلماني كان عاملا اساسيا في صياغة العالم الحديث وهو امر اذا نظرنا اليه من المنظور الطويل للتاريخ لو وجدنا انه يعتبر ظاهرة جديدة صحيح ان المثقفين في صورتهم الباكرة كرجالدين وكتابوا عظ كانوا قد رسخوا الزعمة بانهم يرشدون المجتمع ويهدونهم منذ البداية ولكنهم كحراس للثقافات الكهنتية هذا طبعا يحش على المسيحية الكهنتية يعني الدينية رجال الدين عدنا سواء كانت بدائية او متقدمة كانت اجتهاداتهم الاخلاقية والايدلوجية تتم في اطار التقاليد الموروثة وفي حدود السلطة الخارجية انهم لم يكونوا ارواحا حرة ولا عقولا مغامرة وما كان بامكانهم ان يكونوا كذلك وبانهيار السلطة الكهنتية في القرن الثامع شهر السلطة الدينية عدنا ما انهارت ظهر نوع جديد من المعلمين الاصياء ليملأ ذلك الفراغ ويسيطر على اذن المجتمع هم هؤلاء منهم المتقفين والمتقف العلماني قد يكون ربوبيا او شكوكيا او ملحدا ربوبيا يعني تعرفون معناها ويؤمن اكرب بس ما يؤمن كديم شكوكيا شاك بعد لا ادري او ملحدا يقول معكم تعرفون ينفو جهد الرب ولكنه مثل اي حبر او كاهن كان على استعداد لان يقول للبشرية كيف تدير امورها وقد اظهر من البداية حرصا على صالح البشرية وواجبا تبشيريا لكي يعمل على تقدمها لتعاليمه وقد استخدم لهذا الواجب الذي عينه لنفسه انا رح ارجع عليك رح ارجع عليك انتبه انا مخليهن على ورقة او قف حدن الذي عينه لنفسه اسلوبا اكثر ذكالية عن اسلوب الكهنوتي عن اسلوب الديني واصبح يشعر بانه غير مقيد باي قوانين لأي دين او وحي هذا المتقف تبع خلنا شوية هايا يقول الماضي ما ده شنو خلنا نجي بيها وله اول مرة في التاريخ الاسلامي اللساني وبثقة كبيرة وجراء متزايدة نهض اناس اللي يأكدوا انهم قادرين على تشخيص الاسقام بالعقل فقط يعني اداتنا لفحص المرض العقل شوف هاي المتقف حقلي حقلي بس احنا نستخدمها حتى الناس تعرفها لا تطيع عليكم نوم بل والاكثر من ذلك انهم يستطيعون استنباط صيغ تمكنهم من تعديل عادات البشر الاساسية الى الافضل وليس بناء المجتمع فقط يعني هو مسكول تموت تعال علمنا انه اهم شي عنده يغير العادات والسلوك وعلى عكس اسلافهم الكهنتيين لم يكن خدامنا عكس اسلافهم ذلك المتدينين اللي سخروا الدين لم يكونوا خدامنا او مفسرين الالهة لالله واشكتب الكتابه انما بدلاء لهم يعني هو يصرف مثل الله الذي يغير سلوك الناس يعني مثل ما الله بالكتاب يبطي تعاليم هو يبطي تعاليمه هاي مهمة طبعا بطلهم كان بروميثوس الذي سرق النار المقدسة ونزل بها الى الارض ومن ابرز السماعات الميز للمثقفين العلمانيين جدود ميلهم لاخضاع الدين لاخضاع الدين وابطاله لاخضاع اخضاع الدين وابطاله يعني يعني منسس تاني وفوق وفوق بصراحة للتفحص النقدي شوان يبحث النقدي يسأل هاي العسلة الى اي مدى افادت تلك الانظمة الايمانية الانسان اعضرت به يعني الانظمة الايمانية يعني الاسلام فهذا الانسان لا اعضر به نسأل هذا السؤال الى اي مدى كان اولئك القصاوسة يعني رجال الدين والمراجع والبابوات متطابقين مع تعاليهم الاخلاقية عن الطهار والصدق والاحسان وحب الخير نسأل هذه الاسئلة خلونا هسا نعود احنا نفسنا اشوفوا راح اجي على بعض النقاط المهمة طبعا ديشا شوية اشرحت منها فهمتوها كانوا رجال الدين قبل هم اللي اعطلون الجانب الحقلي وحتى لو اكون مثقفين كانوا يخدمون الدين الى ان طلحت ناس لولاك حراس لثقافات الدينية جدا هنه نجي هنا والمثقف العلماني قد يقربوا به مشكوكيا لكنه مثل اي خبر او كاهن كان على استعداد لان يقول البشرية كيف تدير امورها المهم لكن يعمل على تقدمها بتعاليم هذا المثقف وقد استخدم لهذا الواجب الذي عينه لنفسه شوف هذا انت تكون مثقف وتتحمل تغيير ما يجيك واحد يقول انت تتكلف نفسك لا بي راتب ولا الدولة تتبع لك ولا رجل الدين يتبع لك ولا بي خمس ولا بي زكاة ولا تروح تقاتل تتطوع وتقبض راتب هذا انت تعين نفسك مثقف زين انت من عينة نفسك مثقف هذا دستورك انت ما عندك وحي والله مقدس امامك ورجل دين صراحة اقول ايه ايه الورطة ايه ايه قاسية بالمناسبة ستجدون هذا قاسي هذا الكلام راح يشربون قاسي هكذا كان قاسي في اوروبا بعد متره طويلة قال هس العان ولا قاسي يقول هذا خلص نحن هو مع نفسك يعني تعال انت تجيني تقول لي لا تجيب طار الدين ولا تجيب طار المرجع يعني تطلعني ما صد فقط قل يترك ذول مو من حقك انت تجعلك شكي بيع جقاير تقل اقلك انت تعال بيع جرائد لا تبع جقاير مثلا تشعلك هو رجال يبيع حسا ذاك على قل تتبع له حسا هو يوزع افرض ببلاش يوزع هريسة ببلاش تقل لعين عوف الهريسة بزع لنا قرقري تشعلك حي تشتري بينه ولا تعقل من بالاش وبالفلوس على اساس انت تفرض علي شيء اختار لنفسه ويعرفه انت تجي جنابك حتى مشاعرك ما تنجرح حتى مقدساتك انت المنتخذ ها لنفسك هو ما يحكي شيل 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 تشيكون جاي تقرأ كتاب مثل هذا وهذا باب مفتوح انا اكلم الشباب ما تحتاجون احد يعينكم تغيرون مجتمعكم شوف تكسم لك واحد كاغي بعد راح تجي مع الاختار الثاني لكن اردأ بقب هاي النقطة التي معناها تعتدي علي امن تقلي ارجوك انا راح انسح ام راح اجع عليها ما انا سحب اما ما ادري ها متق في فرانسا تجع علي تقل لابجوك لاجوح لها زيان انت غير تعرف هو شلو شغلة انت تريد قاعدة بطال تريد ما يصير مثلك ما يصير ما لك حق عليك هو هس ماذا يجمر هو ماذا يجمر يقول لك انت تعال عوف يالك مصير عادمي هو دا يطرح فانت نعم من حقك تروح صفحتك وتقول هذا ما لذلك ما دمر العقل غير الدين لذلك الدين الاسلامي واي دين اخر المسيحية اليهودية هي شغلة تلعب على العقل والديكتاتورية والفاشية والنازية هي شغلة تبوق العقل انت تجي تطلع البوقة شو ما يحتق انت جاي تاخذ بضاعتهم منهم انتم الذئول بضاعتهم انتم لي تقتقون بيكم انتم لي يعيشون بيكم انتم لي قبضون منكم احنا نتبع الضيم كله وراح نجعل تفاصيل اخرى بكتاب اخر لان هذا الكتاب بصراحة بيت مقدمة انت شون تعرف هذا مثقف مقدمة هذا الواجب الذي عينه لنفسه نجعل هالنبطة اكو مرة كلمة ما ادري اذا اقدر لقاها هنا المهمة همينة انا احتيتها لكم ها باعوا وعلى عكس اسلافها هنا اكون اقطة مهمة يقول عن اسلوب واصبح يشعر بانه غير مقيد باي قوانين لأي دين او وحي فهمتوا يا اخوان احنا اختارنا شغلة ذبن بجهنم احنا هاي ترقاعتنا جبنا على هاي شغلة ذلك وين هم قلة وعبالكم هاي مربحة بعد بعد احنا عدنا اختارها شغلة ما تلزمني شون بيك بالله انت ما مرغم انت بصفحتين رضها كتابة انا حاطها بالشارع بالمكتبة لا تشتري لا تقرأ خلص انت تتوقع بغلطك وش تيمتك انت شريك انت وين حقلك وين وعيك انا اشتري من ذول العلموني وصووني انسان لو جاء ابنك هتحلم هذا حد شي هذا حد شي اه اه اكو نقطة حلوة وعلى اكسس لا فيهم الكنهوتين يا رجال الدين لم يكونوا خداما للآله ومفسرين انما بدلاء لهم المثقف بالمعنى خلا نقول المثقف العقلي قد يتخذ دور الله كل ما الله تذكرون فكرة نبي يجيبون كتاب هو هم نفسي في سوي سواء تقول يا ابو يا صور دنع وقام صور تعال عي الروائي عندما يكتب رواية خالق لو مو خالق انا طبعا هو هنا ما قصد معنى الخالق لا معنى تعليم الناس دين وسيلة تعليم الله يتخذ ينزل تعليم انت هم تقدر تنزل تحانيم وبعض المعنى لكن انا اريد انزل لها كعبق بالأدب شوف المعانى المجازية رواي شنو الله لو الله خواهي الله يعني لو تاخذ نجيب محفوظ وخلصي السيد منو خلق السيد السيد الله لو نجيب محفوظ اي رواية تقراها تلقى الرواعي يخلق ويميت يجيب بطر الرواعي يجيب واحد يموت ويوحي ويمطر الدنيا وينزل الثلج ويشيل الثلج ويسو حرايق ويجيب زلازل شاكوا شغل عدال الرواعي زوية وزيل كل الرواعي انتو منتقل رواية تندمج عبالك وماذا صح لا هو وقلق وملكاتب دول مالهم مجود السيد وين هذا انا ترك يعرفوه ترك يعرفوه تلاحظون كون مسألة العقل هنا يجيب ان يطلق لذلك الرواعي مكروهين مثقفين مكروهين اول ما اجل الاسلام كره الشعراء دمرهم دمار دمرهم دمار يعني خاصا النبي كان يكرههم نزلت بيهم اي الله الله يبنش قال حني عبدو عبول غاو زين لانهم دول يستخدمون عقل في الخلق من هاي فعلا فاطمة مهلا بعض هذا تدلي يا من فاطمة عبد 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 ليش اي شي شغل الحقي اللي الدين يتخبل منه لانه صير انسان لانه ما تطيعهم لانه ما تتبع لهم لانه ما تقلد هم وواحنا جاي نستغل هذا الشغل فشلون شي يساون بينا كل شي يحجون حاليا واكد انه يشخص العلل بالعقل يعني طبيب سماعته والمحرار ما له هو عن طريق العقل يشخص فانت وعش كنت عبرو حكويا المهم فلذلك انت من تجيني اتنازل عن دني كله انا مهمتي انقض الدين وتساءل هل هذا صح له غلط هاي الاسئلة المهمة الايمانية يعني الاسلام المسيحية اليهودية فادت الناس لو دمرتها لو اضرتها اسألها اسألها من حقي ولا تمنعني انت ولا ابوك شغل هذا شغلي يعني انا طاب بشغلك ما معقولة هاي ترى بس عدنا يعني هاي هاي يا الله يذبك من نص مخاليل والظل ماكو شي عندك مقدس غير غير خاضع لل نقد الجه فلذلك دعوات دكتور وإحنا والله واني شريد اتباع شا سوي بيهم انا شا سوي بيهم انا ادري من رحتي اشتغلت هاي الشغلة بضاعتي ما احد يشتريها مو هو هاي اعروك اللي زي اعرو اعرو يعني احنا نضرب على روحنا المثالة احنا مجمو رقاعد دير ادعف شكرا حفايا ذاك من ذاك يشترينا نحن هاي شنسوي هاي شنسوي اتريدونا نركض على القطيع مالك الانسان البيحاظ يتفرد وما يفردك الا عقلك وما يذكرك التاريخ الا لا تتفرد من تمشي يا الربع مسحوك لذلك اكثر اللي يقلوا لي حسابة فرضة هو قاعد بالديوانية مثلا وشتام لي اخذ الحلة من يعرفه من يعرفه نقوله ماذا الولد من يمي لكن هاي يقول هاي هاي لا انت نك يرا هاي هاي والله يا عذرا يا عذرا يا شهداء اي خلنا نجعل كتاب ثاني نجعل كتاب ثاني سمحولي كتاب هذا معروف خلني اطلع هنا ان شاء الله يلقاه هذا هذا كتاب المثقف والسلطة لأدوى سعيد دائما انا احدثكم عن الرجل مثقف رائع ابو كتاب خيانة المثقفين جوليان باندا اريد شوي اجيبكم علي جوليان باندا يتكلم وهنا يجيبها عنا ادوى سعيد يقوله لكن قوة ما يعنيه لكن قوة ما ينعيه باندا في موقف المثقفين الذي يسمه بالخيانة لا تكمن في دقة حجتها ودهائها ولا في الصورة المطلعة برسمها وهي محالة تحقيق وهي التي يعبر عنها بالفاظ لا تقبل المهاددة على الاطلاق ان تعريف باندا للمثقف الحقيقي يفترض انه على استعداد لان يحرق علنا او ان ينبذ من المجتمع تماما شو يلي تهددونا في تطلع من الصفحة او يصلب فالمثقفون في نظره شخص رمزية تتسم بابتعادها عن الشؤون العملية ابتعادا لا يقبل اي ادنى تناول ومن ثم من المحال ان تجد عددا كثيرا منه ومن المحال اعداد من يقومون بهذا الدور بصورة منتظمة ماكو اعداد تختارها لابد ان يكونوا افرادا يتصفون بالكمال ويتمتعون بقوة الشخصية وقبل هذا كل عليهم ان يكونوا دائما معارضين للوضع الراهن في زمانهم لكن اليوم ما احد يقول يا اخي لا ترضى على حد حتى طب هابا هو هاي الشغلة يجي يعني شوان ورطة انت شل دخلق بامور ما تعرفها يعني انا من انه معارضتي باي سلطة انتهيت بطلت من شغلي وقبلت اي منصب خربت انتهيت واذا طلعت وصرت باي حزب نفس الشي اتهت هاي الشغلة هكذا ذلك ذول المثقفين قليلين وليش دي يطلعون شوف بهذا الاسلام اللي يذبحهم والمسيحية اللي يذبحتهم وكل الايبولوجيات وكل انظمة تغلس العدمغة وكل انظمة تغلس العقائد شغلها قتل العقل بالاساس مع العقل ما تشتغل مع العقل تمجوع لا ينتشر دين ولا كل شي يضل وتطلع من الدولة وتطلع من الحكومة والشعب يترفاه والحياة تصير حلوة لكن الحكومة هم تعرف دولة بعض المثقفين دولة بالعكس يجون يسخرون طاقاتهم على موض يأخذون هذا الفراغ اللي احنا استغنينا عنه يركب المصطفى الكاظمي يركض للمالكي يركب ليش نذاك الشياطين يعرفون معدهم قدرة عقلية لكن يسخرون العباء الروحيين لمصطلح المثقف الحقيقي الانتلكتشول يعتبروهم الصغط يجخرط يعني هزين طبعا هذا بيه هواي كلام من ضمن ما ادري شون اطلح لأن اليوم لقيتها ولازم هي تنقال يقول المثقف يجب أن يكون غاضبا آه لا لا خاني لقاها خاني لقاها خاني لقاها لأنها مهمة هم تجاوبكم على فتشي آه باعوا يقول أن يكون دائما معارضي الوضع الراهن ومن المحتوم لهذه الأسباب كلها أن يقل عدد المثقفين الذين يصفهم بنده وأن يكونوا رجالا بارزين شوف فما يدرج المرأة هنا أنا مو يعني إهانة فلا يدرج المرأة في تعريف إطلاقا لي يقول يجب أن تكون أصواتهم يجب أن تكون أصواتهم جهورية رنانة أقول هالشي يصبون اللعنات الفضة يا أهل الألفاظ المهذبة لذلك المرأة الخطير ما تقدر بإمرأة تقرض هذه المهمة ما يعني عادة لذلك يحطون السمر ويجب الفشر عليهم من كفت كجب طبعا مو هان المرأة رجل تفهم ولو أنا لا لا دافع الرأي بس يعني اللعنات الفضة من علي الجنس البشري يعني صحت فوق سب وفش رحلي علي والدي عمي هاي شغلت لك شي سو لكم ولا يوضح بند ولا ولا يوضح بند قط كيف يأتي هؤلاء الرجال ان يتأت لها رجال يعرف الحقيقة او ما اذا كان ثمار بصائرهم النافذة في المبادئ الخالدة تقدر بحث مجرد كدان كونها أوهام فردية مثل اوهام دين كوخوت زين دين هاي شفتوا يا أهل الخير انت كل ذا تريد من يت قلي بطل يصير مثق زين انت شلون تقدر تتجر يعني انت تقبل طب عليك قل لك لا صلي تقبل طب عليك طلعك من بيتك انت جاي نضيف بصفحتي ترى والله ما جيك ضيف طب بك سبعين مرض على ما رايق مضيف هاي الصفحة بفتوح الكل عراقي خير الكل عراقي حاقل الكل عراقي يا طيبة هاي الصفحة يجب ان ما يطبول هاي جنة صراحة وانت خاف رح شع شاية بس هي لان هاي الصفحة تريكم كربلاء كربلاء الاسطورة التاريخ لكن هاي كربلاء الاسطورة شوف رأس يهددوكم الانسحاب عفو الحسين واناصرت كمال حسين هاي واحد واحد طبعا ما علي يبي يقول هاي جيت على الحسين الحسين كاسطورة كرمز كل انسان الوحدة يقاوم حسين بمعنى الحسين انتم هاي لو انجو الحسين مو الواحد قاوم الوحدة قل قامش صار على الدنيا كل واحدة والاسطورة شوف وهواي سبارتكوس الدنيا عندنا قصص كثيرة بالتاريخ سبقت الحسين واتت بعد فلهذا انتم بتقل لنا ذن وشنو يعني وشنو يعني وبعدين بنقلك هذا التشابه والله يعني الحسين كان يطلع يحاجيهم يقول نكونوا احرار يقول هايش منكم احرب فبقى الحيارة لا ايران فلهذا اتمنى ان اوصلت معنى معين للذين يلحون وعبالهم يأثرون ويا شباب انتم هم يسمعوا قافد واجه وقم يتشبه واجه اصروا ابقوا العنوهم اي لفظ تستخدم اي طي حظة من الشوف استعدمه انقد ولا تقبل بأي سلطة صير حر لا تخضع ابقى فرد بتصر الجماعة ولطشة مجموعة حتى من تريد اذا انت متدين وتريد الزروح يسير وحدك صدق الها معنى اخر كبير انا قبل مرتبية حالة يعني انا كل اجتماعي اعرفون اصدقائي ما ما احب اروح واحد اصدقائي 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 يستمتعون الجزائر الرواعي اجمل شي عنده مني سافر واحدة انا اتخمل الان هسا صرت كان استادي بعلم ان قلت لي تحلم اطلع بسيارتك لوحدك لمسافات طويلة واسمها تغيرت حياتي احلم كل ما تكون فرد كل ما تعويني كل ما تكون فرد لا تروح للمجموع لا تروح للمجموع لا تصلي صلاة جماعة انت متدين صلي وحدك انا قلت ياها ترى هذا صير غسيء يسوي قطيع ما عليك ما عليك انا جايحات شيكم لان احنا عندنا متدينين علمانيين واشراف وابطال ويهبون العراق ازيد من يمكن بيهم واحترمهم لا احنا المتدينين باننا مشكلة وياه لكن المتدين يقول لي والا انقض انا ما اواصل للحقيقة للتواصل وانا اشعال بي يكبلك خير اذا الله يحسب كان شلي علاق لكنه ما صار ديال ما خلى المذهب اولا ولا خلى الدين اولا ولا خلى شعيط معيط اولا ولا العمام الفلانية السودة قبل البيضة والبيضة ولا هذا ابن سيد فلان اذاك ابن سيد فلان انت سيد نفسك كن متدينا احنا مشكلة ابدا بس منسبنا باسم الدين اصلا انت تطلع من عند مو مره بعد لذلك يشرفني من اصدقائي معممين من اصدقائي سادة واصدقائي الصفحة وشباب او هلمانيين طبعا صحة اكثر وعقلاء فضيعين ومتمردين وبها ملحدين وبها ربوبيين وبها شكاتين اي لا ادري كل هنا مرحب به بس الاخون وطنة والقبلها الاهم ان يسلم عقل الغير بس يؤمن بان هذا افهم مني حتى لو تقول النبي افهم اني ما احترمك اقول لك حقيقة اقول لك يا حقيقة ان تقول انه يفهم وانتدرس انت افهم اما ابن سيد فلان ابن مدرياه وذا كيف انحط لحمام اولي ان ابو مدرياه وطلع كل شي يفهم من ذر ويمهم من مستقبلي ويعرف يفدول ويعرف يصلح الساتيلايت ويعرف لا يفكر حنفية ويسته ويبدل له عشرة وكلهن هو لا واني لا واقف انتظر شي يقول يلا وهذا الامر لو رحتم مليون شمسا بيميني ومليون نجمة بشمالي انا اترك هذا الدور لن اترك ومع الف الف سلام بإني شكرا اشغل 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 اشغل